اتفضلي اهلا اتفضل حضرتك اتفضل نورتونا بس 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 ايه ده السودة جاي من ايه جي الهانة منتظراكو اتفضلي اتفضلي يا السلم ايه حتنجوز في المانور بداية محببة بداية محببة اتفضلي ايه اهلا وسهلا يا تنت اهلا وسهلا يا تنت ازاي حضرتك اه اهلا تعبيرنا قبل كده اهلا بابا بقى اهلا يا عدالة اهلا يا حبيبتي ازايك العدالة حلوة برضو ومطلوبة ودي بقى اخت هايام اهلا بيكو شرف اخت كبيرة شرف 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 اهلا 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 بيكو اهلا بيكو اهلا بيكو اهلا بيكو يا صوت اقتلع يا اخي ام كرسوم واقفة قدامي اه اختي بقى يا تنت تبقى هايام مبروك يا تنتي اهلا بيكو اهلا بيكو اتفدالو 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 اهلا بيكو اهلا بيكو اهلا بيكو اشاني انا اهلا بيكو اشتركafft بيكو اشتركوا في القناة الحقيقة عمر بيشكر قوي في عدالة وفي تربيتها واخلاقيتها مستر عامجاد انا بناتي متربيين احسن تربيتها لا والله لو انا ابني بقى اي بنت في البلد تتمنى ضفره ورينا كده ضفرك؟ لا عادي عادي احنا الحقيقة كنا جايين نطلب ايد الانسة معلش انا لي يا شروط بس علشان بس تعبانة حطتلكم شروطي على الاشهدية هتلهم الكمبيوتر المحمول يا شرف هتلاقيهم على فايل غير قابل للنقاش غير قابل ايه؟ لنقاش؟ ليه؟ ليه يا ماما؟ هو احنا ايه؟ عاديين في المحكمة الدستورية ولا عاديين في اين؟ قاعدين في السالون واللي مش عاجبه هو حر لا الحقيقة احنا كنا مأملين نسمع رأي حضرتك مأملين؟ ايه ده؟ ليه؟ يعني ايه بقى ابننا يسكن معاكي هنا؟ ده احنا ابننا هنجيب له أشيك وأجمل فيلا في مصر مش شقة دوبليكسة ألوانها بحتانة زيلوني الاسم بتاعت سوما ايه كانت يسال الأمانة دي؟ لهو هيتجوز ولا بيأجر عربية؟ فوقي بقى وصح صحي اه 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 معلش نمتي وحضرتك بتتكلمي اعذروني أصل ضغطي عالي صهرانة مع المساجين طول الليل والله كلها ساعة ومسافة منتو تمشو الضغطة هيروح يلا يلا بس شروتي كلها يا أم جد به لازم تتحقق لا والله الشروتك دي معرفودة يا ست انتي اه اه مش عارفة الدماغي تقيلة قوي الدماغي مش قادرة مش قادرة اه على فكرة انا قاعدة معاكو والله عشان خاطر بنتي لولا كده كنت اطلع تقيلتي شوية مش عارفة اعمل ايه دانشي مقايلة يا مادام من عشر سنين ثم انا الحق مش عليكي الحق على ابني اللي جايبني علشان اسمع كلام سخيف من اللي يسوى ومن اللي بيسوى انا حالفة مهزقش حد ببيتي لكن شاكلي هصوم تلات ايام ايه يا جماعة ايه يا جماعة التفاهم مش بالشكل ده لازم التفاهم يبقى بشكل حضاري شوية هداري ايه انا 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 اللي غلطانة ان انا جيت لوحدة زي دي انت ما كنتيش يا مادام تحلمي في يوم الايام انك تشوفي انت صار عبد الحق على الحقيقة بس انا اللي غلطانة ابني السبب للأسف يا مامش كده بقى ارجوكي انت تسقط خالص انت بستمع امك وهي بتتهزق اسمع كلام ماما الا الام يرديك يعني جيلها زبحة تروع فيها تموت بسببك تلاحي اسبعك يا شيخا على الصبح الزهد ما عندها استني يا مامي استني يا مامي استني يا مامي وراء امك وراء امك وراء امك وراء امك قاعدين اغلاق تسدي نفسك أكيد حنشوف بعض تاني إن شاء الله ولازم أشوفك عندي في الفندوق الحمد لله الكارت بتاعي اهو شكرا شكرا ليزي يا مومي اهدي عشان نعرف نفكر قريس تهارك شوية عليكم وشوية عليكم ونتش عرفك انت الموضوع أصلا اهدي بس شوية ما بقى سلادة كمان اللي ديت دخل يا معامر بحق يقوم معامر وابلعب معك في الشارع يا ستر معامر يخلس معيني بس ما هو لما يشتحك تهارك أدف وكلكم تعالي تعالي أنا سعيد أول بالفرصة دي يا مدامور أنا أسعد شكرا اتممي ان ما تتكرر إن شاء الله تهارك تعالي اجري يا بيت اجري 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 ايدي اصوت معامر ايدي ايدي يا نهو اصوت 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 روش! لا إله إلا الله! محمد رسول الله! إلحق امرأتك! إذا ماما في ايه؟ تصدر بنار! بنار؟ اطلع هات المسدس بتاعي بسرعة! وانت اطلع على قواتك! ما تتحركوش! إياك حدي فيكو ينزل! فاهمين؟ هات المسدس بسرعة! حاضر! بسرعة! خلاص يا حبيب! الحمد لله إنا ما جالش فيك! إيه اللي حصل؟ أمك عندها الكلب؟ لا دا كان فوق أنا عايز زيت رب نار على ماما فجات في السواء الرصاصة! حبكت يعني تيجي تموت هنا؟ اهدئتها! أنا هتصرف! غطوني! يغطوكوا يسوتوا يا بعيدة! يخيك قلبي يا أماين هاشك! حصلوا إيه؟ مال مال! مال! عجبك كده؟ يا ربي! يا ربي يجو يبطلوا درب نار! يا ربي تتنش رصاصة وأخلاص منك! جوازة صودة من أولها! قلبي حاسس! قف هندر! هندر! هاي! ايه دا يا ابني؟ دا انت كده حتناسب رامبو! ايه! ينسيس! ايه! واقفين تتفرجوا على ايه دور الأبطال! ايه! ما حد يطلب الإسعاف! سواء بعد ثلاث دقايق! هيتحول لشابح! موبايلك يا أم جد بي! موبايلك عشان هتطلب الشرطة! شرطة! حتيجي تعمل ايه الشرطة! دا انت لوحدك مدرية أم! ساعة الموبايلك! موسى خير! موسى خير يا دكتور! يا محمود علقاتاني! تأخرتك دا ليه؟ مسكوتة أمام النهاردة كان يوم فضيع! ليه يا حبيبي؟ الإعلامية اللي سميها انت صار عبد الحق! حاولوا يختلوها النهاردة! ايه؟ ماذا لسا مكلمة هالصبح؟ واحداك تعرفيها؟ يا صاحبتي جدا جرى لها حاجة لا ماما هي كويس ومفيش حاجة هو السواب بتاعها لتقتل لا خاولة ولا قواتة إلا بالله الله يرحمه بس انت دخلك إيه بالموضوع ده؟ ماما جمعا عني المستشفى بس الغريب بقى ان هي طلعت تعرف حاماتي المستقبلية رعمية نور؟ ايه ده انت حفزت اسمها بصرعه ويعني طبعا مش حامات ابني محامات ابني بقى دي طلعت جامدة جدا تخيالي استادت الرجل اللي قتل السواق قبل ما يهرب والله دي جامدة فعلا والراجل اللي مادة طلع من رجالة نبوية التمساح انتو عرفتو ازاي؟ من التحريات طبعا شكرا ايوة يا ماما بس ايه برضو مصلحة نبوية التمساح ان هي تقتل طمت انتصار ازاي يعني يا عدالة؟ ما انت شايف انتصار قدامك اهو مبهدلها في البرنامج ايوة بس مش لدرجة ان هي تقتلها يا سلام وبعدين يا بنتي انت منتظر ايه من واحدة مجرمة زي دي؟ ازا كاتت مخوفة مصر كلها مش هتقدر تقتل انتصار؟ بس عايز اقولكو على حاجة بالرغم من ان انا بكره الولية اللي اسمع انتصار دي كره كامل الدسم بس لما السواق بتاع حماد ثابت علي مرات السواق دخلت عليها هي ولدها رح تكتبالهم شيك بمبلغ كبير اوي وقالت لهم تجولي كل شهر لكم عندي مرتب بصراحة يعني قلبها مليان سواد وحجد لكن فيها حتة انسانية كده عجبتني مهلولا النور اتقطع ما كناش خففنا وعرفنا فايدة الملابس القطنية شوفتي بقى يا ماما ان حضرات الكورتي ظلمها اوي ازاي؟ لا 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 مش مسألة ظلم الولية دي عاملة زي البتجاز تتكره من اول وهلة وعلى فكرة ايه وعد دي بسيرة ابنها رسبشن على لسانك؟ ليه بس كده يا ماما ما احنا كنا كويسين؟ لا 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 دي حاجة ودي حاجة اولا مش موافقين على اي شرط من شروطي الغير قابلة للتنازل ولو رجعوا وجولك تاني هطلب منهم خطاب ضمان نهائي هسيلوا من اول خناقة مهو برضو يا ماما يا حبيبتي مفيش حاجة اسمها يعني شروط غير قابلة للتنازل اهو ده بقى يا بيتي يا شوشب اسلامي في السياسة الدكتورية لا 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 شطرة شطرة يا حلو انا كده بقى عجبكم ولا مش عجبكم واي عيل شماعة هيجي وهتقولولي عايزة اتجوزو هاخدكو تحري ايه رأيكو واحدد اقامتكو يلا يلا امو من قدامي بدل ما عورتو يلا يا اخت دكتورية ايو انا دكتورية عجبك ولا مش عجبك انا كنت بحضر يا ماما بحضر ميلا خدكو يبالي الشاي بسكر ضغط عيلي وسكر يا عيلي انا مش عارفة ايه كمان هيعلى عندي ايه يا دادة مالك انت بتعيطي بحينا يا سازة امانة سازة كاوسر من التامانة بسرق مبيلها ودخلت من المديرة عشان بإبلغة البوليس عمالة خلفنا هن براء مش ردي اتصدقني ارجوك يا سازة امانة عمير حاجة انا بجري عليها تايمة ايه دي طيب ايه دي على فكرة انا لقيت الموبايل وكما حضرتك لا انا لقيت وما مكانش معايا هي وصدق هوسر فين عندي المدير انا هروح لها أولاني تلفون معايا معلش ايه دي بقى الحمد لله ويدك يا رب انا بني عم سليمان السائق الغلبان انا عايزة اقول ايه زنب امراته ليه تايش عرماله ايه زنب ولاده انه هما يتشتموا انا كان ممكن قوي ابقانا النهاردة اللي ما كان عم سليمان وكل ده علشان ايه علشان بدور على نبوية تمساح علشان بحاول اساعد مؤسسات الدولة انها تقبض على نبوية تمساح لكن انا من موقعي ده انا بقول لنبوية تمساح انا مش هوقف انا هكمل وهستمر لغاية ما دور عليك ومش هبطل لغاية ما يلاقي حبل المشنقة ملفوف حوالين رقابتك يا نبوية يا تمساح والنبي ايه ده انت يومسي لا تمسيح النهاردة عامللنا فيها جاكي شال لو تجو فيها المرة اللي فاتت لما تضرب عليها النار عيلها بتصرخ وتغيط كده ومسكة في بشير البواب تقولي ايه عيل عايزي غياله الكفولة هاااااا وا noting والدكتور سافلونة بتاعي الكوم ليه يا ماما حصل ايه قال ايه فايزي الزينة اللي احنا فيها في المستشفى وras belli تاني يوم يقول ايه اجي ana وماما نقابل حضرتك ايه انت بجهت اه قلت له ايه؟ قلت له اما خلصت حريات عنك وعن أمك وشكله هيترفض يالا يا سيدي خشوا جوا خشوا جوا خشوا جوا خشوا جوا ايه؟ ايه ده يا كريم هو انت الدفل بيقولولي مستنيك تحت ايوة يا سيدي انت فين؟ طب يالا امشي يا كريم بسرعة اصلا المديرة بتاعتي صعبة قوي بتتلككلي اصلا يا سيدي خدش اتوسطتك عندها دلوقتي حالة يا نهر اسود انت اسوديني بدايا يالا يا كريم عشان خطري يا ابو تحبيني يالا طب انت دي مش بتردي عمه باي اللي ما بكلمك علشان عندي حسس يالا يا كريم امشي طب ممكن لو سمعت عليها تبعتيني مسجر رطمن عليكي طيب ماشي حضر هبعثلك يالا يا كريم عشان خطري باي طب يالا يالا باي باي انت شو بقى؟ انا كده الجرات انا كده الخضع انا كده خضع يا جماله يا جماله هذا من انتصاري براهيم برا ايه ده ايه يا بنت ده مفيش احترام مفيش احترام مفيش هيبة للمكان حنقف يا ماما ابراهيم برا هدخلي ايه يا بنتي ايه يا بنتي تعليمي لأدب والأخلاق تعالي هنا قوليلي في ايه سوري انا اسف انا اسف انا اسف معلش افردي سمعت قيل افردي معلش معلش انا اسف ابراهيم برا خليه يطخل احضر كلام الجمال Right من أجل منتصار كي أهلا أهلا اهلا يا بارهومة أهلا قوعد يا حبيبي قوعد يا باب شوف يا إبراهيم يا حبيبي أنا عايزاك تقلدني أيوة أنا عايزاك تفصل حياتك الشخصية عن الشغل أنا ملاحظة يعني إن أنا من ساعة مرفضتك لهيام بنتي علشان المستوى الاجتماعي بعيد قوي عن بعض علشان في عدم تكافؤ مش عارفة إيه اللي حق أنت اتضربت على قلبك اتضربت على قلبك أنا مش عارفة ليه ما بقتش بتشتغل زي الأول لا يا فندم أنا مش شايف كده أنا شايف أنها بشتغل بكل طاقتي ومركز في شغلي ومأثرتش في حال هو أنا مش هو أنا مش شايفة يا إبراهيم ما أنا بشوف يا حبيبي لا طبعاً أنت مش مركز خالص يا إبراهيم يعني أنت بص ما بتشتغلش من هنا ما بتشتغلش من هنا شايفة أنك أنت بقت تشتغل كده من بره بره انت عارف المرتب اللي انا بدهولك؟ انا ما اعتبرى زيكة من المحطة مادام انت صار؟ ممكن اعرف انت ليه رفضتيني؟ لو انت واسق ومش عارف ان انا لا يمكن اوافق ما كنتش خبيت علاقتك بيها لغاية دلوقتي غير ان انا عارفتها بالصدفة عارف ليه؟ لانها علاقة غير متكافع يا ابني لا يا فندم بس انا كنت مستاني اللحظة المناسبة اللي فات حضرتك في الموضوع دوات اه وكانت امتى هتيجي بقى ان شاء الله اللحظة المناسبة دي لما البيت تتعجز وسنانها تقع وتركب طقم؟ لا يا فندم انا كنت بكتاعد في شغلي لغاية اما حضرتك ممكن تديني وانصف في القناة اديك ما هو ده هو مفتاح العربي هو ده افرد انا ما ادتلكش كان يحصل ايه البيت تتعنس بقى جنبي؟ لا يا فندم شوف يا ابراهيم ايوه تفتكر حبيبي ان انا خايفة على مصلحة بنتي بس لا امدا اطلاقا اطلاقا انا خايفة عليك زيها بالزبط انا عايزك ترجع نفسك وترجع ضميرك وتنتبه لشغلك واكل عيشك لقمتك وتشتغل بضمير وبحضب تشتغل من هنا ها؟ ورجع نفسك وبص هقولك حاجة انا كمان هرجع نفسي ونشوف مين اللي وكهة نظره صح اذا كنت انا ولا انت ممكن اكون غلطانة بس انا متأكد ان الوكهة نظري صح انا متأكد ان الوكهة نظري صح موسيقى 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 عدالة تعالي ايه يا عدالة اللي جابت من البيت في حاجة ولا اي ايه يا اما انا في ايه جاية عادي عايزاك طب تعالي تعالي يا عادي جمده مرسي من شكرا قلنا خير يا لأتيني بقولك ايه انا بصراحة جاية اتكلم معك في موضوع موهمة مش عارفة اتكلم فيه في البيت حاجة سرية يعني اه طب عطي صورك ايه علشان ايه نافي ناسبته عدرام يا ودنة ايش بقولك ايه احنا حنعمل ايه في موضوع امك ان كل شوية عمالة ترفض اي عدالة لتقدم ده دي شرف اللي هي الكبيرة اللي على وشي جاوز امك مش عايزة جاوزة امي مش عارفة احنا زمينا ايه اذا كان انت عادة من رجالة انش نزمها على دلغنة ليه بقولك ايه انا بحصرك امك لو استمرت بالوضع ده انا وانتي هنعز عندك حق ايه عدالة ده انا يا بنتي بحصة لما بيجي فيلم العمر الشريف بتخاف علينا منه على اساس انه هو يطلع من التلفزيون مثلا ويا كلنا يلا هضل ناقص حرمنا كمان من التلفزيون لا كله ايه اللي التلفزيون دي الحاجة الوحيدة اللي بتسلينا طيب وانتي عايزاني نعمل ايه يعني ما انا بصراحة جاية تكلم معك في الموضوع ده انا عايزة انا وانتي وشرف نقف قدامها كده واقفة رجالة زي الجيش والشعب ايوه انت جيالي يعني على اساس ان انا هقف معك في الفرقة؟ ايوه طبعا لا يا حبيبتي انا مقدرش اتكلم معي دي العميد نور تتكلمي معايا انت يا موضي انا؟ اه ما انا جيالك ليه بقولي كلام انتي بشرف طيب ميشي وريني هميتك بقى واللي مفردي النهاردة مستنيك مفردي مفردي وانا بخاف اعتدال تعال يا اعتدال تعال يا اعتدال تحت امرك يا ست الكل هفارم عليك امسكي دول انتي كده بتشتميني يا ست الكل الله طب ده انا اخدمك بعنايا انا نفسي ارد ولو شوية من جميلك ما انت تهيب تركبت طوكتك وجبت اكل يلا يلا خذي دول بقى الله لو ما كنتش تحليفي ما تحرمش مني طب يا تفتف الكلم وقعتي وما حد تسمى عليك ربنا معانا ان شاء الله ربنا معانا يا ست الكل ما تلاقيش يلا حبيبتي مع السلامة بقولي كيست المأمورة هي الصورة دي على طول متغطية كده ما بتنكشفش لا ايديك ايه ايديك الله هو اكبر الله هو اكبر ليه عفريد ده ولا ايه اسم الله علي يا جماله يا جماله ما تحرمش بتزعليش يا صورتي بتزعليش نحوة نحوة بناس اه اه كده كده يا اعتدال كده واقتيني اه 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 يا رجلي يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله قد يهرب من سجني لا لا بسرعة اطلع الحقيقة يا سيادة العميدة حضرتك اثبتت انك فخر للشرطة النسائية وفخر للجنس الناعم عمتا وأثبت ان المرأة قادرة على تحمل المسئولية زيها زي الراجل تماما شكرا يا ست الكل شكرا شكرا طبعا البنت زي الولد مش كمالة عدد لكن عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا كل مجرم لازم ياخد عقبته كاملا وإلا تنتشر الجريمة انتشار النار في الحشيش يا ست الكل وأنا من قناتك دي المحترمة أحب أوجه نداء للمشككين في العدالة والقنوات المغردة اللي بتشكك في دور الشرطة النسائية والقيادات المثالية المحترمة أحب أقولهم احنا واخدين بالنا منكم قوي وعارفين مين اللي بيوجهكم ومين اللي بيدفع لكم ومش هنسيبكم وأحب أقولكم منكم لله انتو عندكم عيال خل بالكم انا مش هسيبكم طبعا فرصتك يا ظلمة تلقح علي بالكلام بس صبرك علي إن ما خدت منك حق التالت ومتلت إن ما جبتك تحت كاميرتي مبقاش همانتصار تحبيني أقفل ولا ناخد فاصل ناخد فاصلنا موسيقى 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 أحمد زويل المزيحة كانت متكيفة مني جدا الكلام كان بيطلع من بقي مرصوص تقولي باروس النيش عرضوا علي أعمل برنامج لوحدي فعلا؟ آه ونسميه مات الكلام قاعد في البرنامج كده بس انت النهاردة مو معمالت حاجات فضيعة وإيه؟ علمت أختنا الأدب علمت عليها أختنا؟ أختنا مين يا ماما تقصد؟ مادام انكسار نهر الغيرة كانت بتحرقها الحكدة هي موتها يخليها رفيعة كده يا هي يا ماما هو انت اللي ست حطها في دماغك مين دي اللي حطها في دماغي؟ المهم انت تشيل ابنها من دماغك ساعد زغلول قالها زمين بتقولي يا بنت سمعاكي؟ مفيش فايدة يا ماما رجل بيفهم وكما قال مصطفى كامل لو لم تكره انتصار لودت أن تكره انتصار موسيقى 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 فين؟ أم عادت شيف عميز بتاعة الوزرق عريسك هؤ مازموش عريسك لسه بدري في كشف هيئة وكشف تبّي مش يمكن يطلع عنده اتصاق في الفقدين ليه بس كده يا ماما من أولها أولها إيه وآخرها إيه؟ لحيط يتتعلقي بيه؟ لسه بدري قوي إيه ده شكله في ناس ده بقى حرس كتير قوي إيه ده إيه ده إيه 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 حكاية مانتو دي ورينة إيه ده تفضلوا 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 يا أهلا وسهلا اثبت مكنك اثبت مكنك يا سيادة العميدة يا سيادة العميدة على تشفات مش انتو مش انتو إذا كانت هي جايبانا حرس وبوديجاردات فاحنا الحكومة ربنا يقدرنا ونفرقش الجوازة دي التوفيق يا نور تفضلوا مرسي نوارتونا مرسي اهلا ازاي حضرتك يا تام اهلا اهلا العروسة شرف يا ماما بسم الله ما شاء الله اهلا وسهلا اهلا بيكي اهلا اخوات شرف عدالة وامانة اكيد اخوات شرف حيبوا ايه؟ لازم عدالة وامانة اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا زادة العميد رطح ومطح اهلا وسهلا اهلا اهلا سعاد دياب العميدة نور عز الدين اهلا وسهلا تفضلوا زيكيا دكتور زيكيا دكتور زيكسط لا مي ده ناتر تسمعي بشترا 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 أنا ما شفتش حضرتك قبل كده مادام سعاد آه مادام سعاد ما شفتكيش قبل كده جايز نكون تقابلنا في محل من محلاتي آه حقيقي إحنا بنشتري كل الأجهزة بتاعتنا من عندكم بس السحنة دي آه أنا ما شفتكيش في أي حتة خالص ما تقابلناش طب والله دي حاجة كويسة يمكن نطلع معارفة زيك حبيبيني آلو أي حبيبي يعمل إيه؟ الحمد لله لقيت أميني آه العريس لسا واصل دلوقتي زي الأمر يا رب بس ماما توافق عليه إزاي بقى؟ لا طبعا لها فايدة كبيرة قوي لينا بس يا سيدي أولا شرف دي أختيك كبيرة وماما كاتم زمزقها قوي إن هي هتجاوز إخوتها الصغيرين قبلها ثانيا بقى لو العريس دي قدر يقنع ماما إن هي تتنزل عن بعض شروطها أنا حقف وقلبي جامد أيوة طبعا الحقيقة مادام نور يعني طلبات حضرتك غريبة شوية آه قصي يعني مش متعارف عليها في اتفاقيات الجواز لا إزاي؟ متعارف عليها دي عادية جدا عندك عمي الحكم دار شرت على جوز بنته يعمل له خطاب ضمان بمليون جنيه ليه؟ كان واخدها تقصيد؟ لا كاشا كاشا وعمتي شاملة هامل ما وفقتش على خطيب بنتها غير لما عملت له محضر بعدم التعرض عدم التعرض؟ ما عملت لهش محضر استلام؟ لا لا أنا لو قعدت حكيتلك هنقعد لبكرة أنا دايما بحب أكون صريحة من البداية؟ طبعا الصراحة حاجة كويسة جدا ومش سيء قوي عليها هو بس الحقيقة فيه بندين في الاتفاقية دول اللي أنا وقفت عندهم البند الأول إن مكان الإقامة وبعد الجواز يعني متالي دي هتبقى حاجة راجع لهم هما لو وفقوا إن هما يعودوا في الشقة اللي عند حضرتك هنا فوق دي حاجة كويسة خالص لو حبوا يعيشوا عندي في الفيلا حينوروني ويشرفوني لو اختاروا مكان تالت لا هنا ولا هنا هم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه مكان تالت لا 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 المواضيع دي مش عندنا خالص يا مادام سعاد أنا بنتي لازم تعيش جملي وده ما فهوش في صال مش عارف أشرح لحضرتك إزاي يا مادام نور بعد الجواز هما حيبوا أحرار بنتك هتبقى تابع جوزها حرة في تصرفاتها ممكن يوافقوا إن هما يعودوا فعلا في الشقة اللي عندك فوق وبعدين يمشوا وساعتها أنت مش هيبقى لك حكم على بنتك لأن جوزها حكمه هو اللي حيمشي لا 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 حكم إيه وبتاع إيه الاتفاقات والشروط هتتوسك في الشهر العقاري وبعدين أنا ضمنا بنتي ما بتحبش تعيش غير جنب أمها تهيألك لا حضرتك اللي متهيألك أنا سماعك يا على فكرة سماعك مادام نور إحنا لسه مش بنتخانق وبعدين محدش هيضربك على إيدك يعني لا هو قبل ده في بند تاني في الاتفاقية برضو أنا وقفت عنده والذي يا نص على وصل الأمانة اللي حضرتك عايزة ابني يكتبهولك طبعا والأمانة إيه مادام نور وبكام يعني هو لو حاب يسيب بنتك في أي لحظة لأنه مش مرتاح أو مش مبسوط وطلب مني أي مبلغ مهما كان طبعا حديهوله بس حضرتك عارفة أن ما فيش أي فلوس في الدنيا تسوي خراب البيوت لا قدر الله خراب البيوت لا لا بعد الشر بعد الشر الحقيقة يا مادام سعاد أنت حكيمة وزوء أوي 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 أحرقتيني بزوءك أحرقتيني أحرقتيني بس أنا عمري ما بتنازل عن أي شرط من شروتي لكن احتمال وصل الأمانة نلغيه نعمل إيه؟ نعمل توكيل بالإدارة لي إيه؟ مش عارف أعمل لا خلاص 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 أنا عايزة أثبتلك اللي أنا شارية الدكتور ومقدرة أخلاقه قوي طيب الحمد لله على كل حال تعالي نعتبر أن النهاردة ده كده تعارف وأنا بجد اتشرفت بمعرفتك وإن شاء الله يعني يا ريت لو تقبالوا دعوتنا أنهم تتشرفونا يوم الجمعة عندنا في الفيلا عشان نتغضى مع بعض ونتعرف على بعض أكتر لأ الجمعة رايحة لقرافة تايشو تفتكري طب السبت أخباره إيه؟ السبت رايحة توكيل عربيتي بايزة شوية سبتها رب أنا يخليليك العربية طب الحد؟ الحد بروح السجن لكن ممكن نبدله نروح السبت بعربيتك السبت الله بركة الله تفضلي يا أخو تفضلي يا تانت ميرسي يا روح تانت ناكل أنا مليش ولا إيه؟ تفضلي تفضلي شكري تفضلي أمي كل يجني كل لا مش موافقة ومش عاجباني الجوازة من أساسها ليه بس كده يا أمي؟ ما في الآخر كل حاجة مشت كويس والستة كتزوق معنا بص يا حبيبي أنت دكتور على عيني وعلى راسي ومعاك شهادة قد الدنيا كلها بس معلش بقى في خبرة الناس والحياة أنا قادرة منك الستة دي هتعمل لك مشاكل وحتقوي مراتك عليك وممكن تطلقها منك من غير أي سبب في أي وقت وبعدين نفرد يا سيدي إن إحنا فعلا وافقنا إنك تروح تايش عندهم في العمارة زي ما هي عايزة أي مشكلة عادية تحصل بينك وبين مراتك هتبصت لقيها نطة فوق دماغك ومش سايبك في حالك وإنت عارفني بقى اللي يجي ناحيتك ولا يمس شعرة منك أكله بسناني مش هرحمها أموت في كده يا شارس نا يا أخي يا شارس ستا ريالة جدا أنا ما عنديش غيرك بس برضو مش هقصبك على حاجة وعايزك تفكر تين عقلك في رأسك تعرف خلاصك على عموم يا ماما هم جايين إن شاء الله يوم الجمعة وأنا واثق إن إنت هتغير رأيك ها دم بأي هموت وأعرف البوليس وصل لي إزاي إنتي مش بتقول إن كان فيه مرسال ما بينك وما بين الوقت زاك أخوكي آه خلاص هتلاقيك أنه وقت خايب والبوليس قطر والحد ما عارف مكانك ماهما فيش غير كده عصي ما حدش يعرف الخن اللي أنا كنت مستخبية فيه غير أوه يا بيتة إنسانقة تكون إنت اللي وزتي علي أعدى النظر إن كنت نطقت عليك بحرف اخسى عليك يا تفيدة بعد العشرة دي كلها تظن فيه الظن ده عصي ما حدش يعرف موضوع ابو المطمير غيرك يا حبابت أيوة بس إنتي ما قلت ليش قريبك اللي فابو المطمير دول أسميهم إيه ولا سكنين في فين بالزبط عندك حق شوفتي بقى أنك زلماني بس الست اللي اسمعها نور دي وديني وما أعبد ما أنا سايبها في حالها دي أنا محضرة لها ترتيب هخلي سجونك يا مصر تحكي وتتحكي عليه يا طريق اللي حصل يا بنات في الفاصل كرمت الكريمة إيه رأيك بقى اللي يخليها تعتذلك ايوة تتفادل تتفادل أنا جاي النهاردة عشان أصحب طلب يعتذر واحدة أقلب الجوز واحدة لا الموضوع ده ملوش رأيان سيادة تبقى يا حبيبتي أنت كده حياتك في الخطر أنا بناتي متربيين أحسن تربيا أمانة تلعت عمارة فيها شقة مشبوهة وإنت إيه حكايتك بالظهر؟ أعمل إيه في أمانة دي؟ يبقى أنت ناوي تجوز هالو أنا جوز من وراها نعم 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 أنا مش شايفة من هنا كويس استني ولما بينتك تسرق دي مش فضيحة إلهي تتذنك جمان وكمان يا قادر يا كريم أي محاولة للهروب هكا في الميال